موقف ثابت من الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية ترفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات السياسية في البلاد وتؤكد في بيان أنها لن تقبل بعملية تتضمن قرارات جاهزة اتحاد الشغل شدد كذلك على أنه غير موافق على مغامرة تستهدف وحدة البلاد من خلال اللجوء لكيانات موازية غريبة من شأنها تعميق الأزمة التونسية على حد تعبيره ومن هذا المنطلق دع اتحاد الشغل الذي يرأسه نور الدين طبوبي إلى حوار حقيقي مباشر واسع كما أصر على ضرورة الابتعاد عن القرارات المسبقة والاتفاق في المقابل على أهداف الحوار وإطاره وأطرافه ومحاوره وفي سياق متصل ندد التكتر النقابي بالحرائق المفتعلة خلال الأيام الماضية ودعا وزارة الداخلية إلى الكشف عن طبيعة هذه الأحداث والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وما يحمل خلفية سياسية بدوره كان قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك سياسات تعمل على حرق البلاد ولفت إلى أن البعض تسلل إلى مؤسسات الدولة من أجل تفجيرها من الداخل ممن لا يريدون استفتاء والانتخابات ومن ثم جدد تأكيده أن لا حوار مع من باع ضمائرهم مشددا على أنه جاء للسلطة من أجل الحفاظ على الوطن وفي خطوة لتحقيق فراج سياسي أطلق سعيد استشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي